ومعانا سيدة محمد من الجيزة. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك انا يا سيدني ان انا اشارك في البرنامج. الله يرضى عنكم بارك فيكم. تفضل يا فاني. الله يبرك في حضرتك. معلشان اصفى وفيه بس اه تلاتة اسئلة هم بساطة هقولهم لحضرتك. يلا. وبعد كده هقفل واسمع من التلفز. يلا يا فاني. ربني اعزك. اه اول سؤال هو كتير بحس اه بديئة كده وانا يعني ايه يعني الدنيا دقيقة معي شوية. بحس كده انا مخنوقة بخنقة. 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 بجيلي كتير. وبالاخص من ساعة والدتي متوفد. رحمة الله عليها. ويعني من ساعة انا اقل يعني ايه معديتش بجيلي معنا اصح من ساعتها كده وانا بحس شوية بديئة كده الدنيا فيها خنقة. بحض. ده اول سؤال. اه سؤال التاني عندي ابني يعني تعيبني شوية. فانا كتير غصب عني احيانا ببقى مداي منه قوي احيانا بدي عليه. يعني انا بحاول امسك نفسي لان انا عارفة ان غالط طبعا ان انا ادي عليه بس احيانا بقى غصب عني بدي عليه. انه بجد بجد مداييني جدا وبيعمل حاجات كتير قوي قوي بتتعبني لدرجة بيخليني اخرج عن شعوري. طب ينفع تدي عليه يعني? نعم. ينفع تدي عليه? والله يا شيء غصب عني. طيب اللي بعد. انا بحاول. السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعده انا اه انا موظفة. ففي عندنا واحدة كانت اه في البوفيه. مسكة البوفيه. عاملة. اه كانت اه كان فيه شركة والشركة مشيت وبعت كده اه هي سبناها على اساس يعني انها بتاكل ايش. اه. فهي مأثرة في شغلها. المفروض مسلا بتعمل بعض حاجات فهي بتأثر في شغلها متعبدنا. فاحنا خلينا العامل مشيناها وخلينا العامل الرسمي هو اللي يمسك البوفيه. طيب. فهل انا كده عليا وزر ان انا مشيتها. بس احنا كده عملنا الصح في الشغل عشان ما حدش يجيب علينا اي خطأ. انا عايزة اعرف هل انا كده عملت وزر ان انا لما مشيتها. هي اصلا ديجا. لساعة صدر ساعتك. الله يا راس يا فن. اول حاجة مسألة مسألة الضيق دي انا انا بس الموظفة. نعايا سمعان يا محمد. اه سمع حضرتك. الموظفة دي كانت دي ووظيفتها اصلا. اه هي كانت بتيجي زمان مع والدها. اه يعني دي مش وظيفتها اصلا. لا لا يعني هي لا هي مش موظفة. هي كانت في البوفيه الاول مع بابها. ولما كان حد بيأجر البوفيه كانت يعني بتفضل معاهم وكده. خلاص. خلاص خلاص. اه اول حاجة مسألة الضيق وخاصة بعد الوفاة دي عندنا مشاكل اسمها مشاكل ما بعد الصدمة. واضح ان انت كنت متعلقة بوالدتك. فده يحصل فيها. ايه اللي حصل? اللي حصل احنا عندنا لما لما احبابنا بينتقلوا. دايما لازم نتذكر ايه ايه المعنى وايه الرقيل اللي في قوله تعالى انا لله وانا اليه الراجعون. المعنى هو ان احنا ما زلنا في حضرة مولانا. واحنا واحبابنا بقينا احنا الاتنين في حضرة مولانا بس هما هيئتهم اختلفت. هما هيئتهم بقوا في شكل ارواح واحنا في شكل اكساد وارواح. فهم في الحقيقة ما فرقناش. هما بالعكس بقوا اكثر حرية. اكثر حركة. ممكن ربنا يعرض عليهم اعمالنا. احنا لما كنا هنا. لما يكون حد منهم مسافر ما يعرفش اخبارنا. لا احنا وهنا. وهما في البرزخ ممكن يعرفوا اخبارنا. ربنا يطلعهم على ده. زي احنا لما بنسلم عليهم. هما بيسمعوا سلامنا. اذا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يطلعهم باخبارنا. فندخل عليهم السرور. وهو ده احد معاني قوله صلى الله عليه السلام. اذا مات ابن ادم انقطع ملوء الا من سلاسة. لما صلك الخنة دي على طول اعملي حاجة. ولو يكن الحاجة دية صلاة على حضرة النبي. يعني صلي بالصلاة تزيه مثلا. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي تنحل به العقد. وتنفرج به الكرب. وتقضى به الحوائج. وتنال به الرغائب. وحسن الخواتيم. ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى اهل. قولي دي عشر مرات. وقولي بعد ما تقوليها. اللهم هب مثل سوابي صلاة على حضرة النبي الى امي. الوقتي ده تجد الامور دي بتنفرج. يبا دي اول حاجة انا بقولك الكلام ده مجرب وان شاء الله ده يساعدك في ان انت يذهب عنك الضيق وخاصة لو كان لوقتي ضيق. لقل وقت قليل. انما لو وقت كبير بقى انت محتاجة تراجعي. انت ايه هدفك في الحياة. انت قدي ايه بتحقق العبودية والعمران والتسكية. طيب السؤال التاني ابن حضرتك بتقولي ان انت ساعات بتدي علي. هل ده ممكن يكون فيه معصية او ممكن ده وتئذيه. اول حاجة امتني عن ده. واستغفر ربنا وما تعمليش كده. الحاجة التانية ببساطة ان ان شاء الله ربنا لانه يعرف مرادك. ويعرف ان ده سبق لسانه. وان ان انت مش عزم على ده. ان شاء الله ربنا مش هيستجيب لك. وان شاء الله ابنك في مأمن ان شاء الله. لان الله لطيف بعباده. الحاجة اللي بعد كده بس انت لازم تمتني عن ده. طبعا فيه حد يقول لا. ده ممكن يحصل له كده ويحصل له كده. فيه اللي حاصل. يحصل للاولاد حاجة تقول انا السبب اللي عملت في ابنك. لا. هدي بالك. امتني تماما عن الدعاء على ابنك. خالص. خالص. ما تدعيش على اولادك. انت الوظيفة اللي عندك مش انك تدعي على اولادك. الوظيفة عندك ان انت تربيهم. فليل لغبة الاوراق كده. انت متدعيش عليهم. انت تدعي لهم. وانت بتربيهم. يعني تربيهم وتدعي لهم. هو دي وظيفة الامهات. الحاجة الاخيرة الموظفة اللي انت حضرتك مشتوها. هي اصلا مش موظفة. وانتوا بالعكس كنت بتمنعه من العمل الاساس ان هو يقوم بوظيفته بالعكس يكون اللي انتو كنت بتعمله ده فيه مخالف فقال انت عليك اسم ليس عليك اسم وخاصة ان هي كانت من اهل التقصير